وفق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي مع إجراء تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد وذلك بدلا من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدية برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عقد مجلس الشيوخ جلسة جديدة لاستكمال نظر مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله وخلال الجلسة وفق المجلس على إحالة 11 تقريرا للجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأن ما ورد بها من توصيات فالموافق من حضراتكم على من تهل أي رأي اللجان النوعية في جميع هذه التقارير يتفضل برفع يدها موافقة إذن تحال هذه التقارير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد بها من توصيات وشهدت الجلسة موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بعد مناقشة بعض مواده في الحقيقة أن مشروع هذا القانون يثبت أن الجمهورية الجديدة هي جمهورية الحماية الاجتماعية إذ أن هدفها الأول والأخير هو الإنسان المصري بكل فئاته وفي كل مواقعه أيا كانت ظروفه الاقتصادية والاجتماعية هي جمهورية لكل مواطنيها ترعاهم وتعمل على حمايتهم وتضع ذلك في صدارة أولوياتها أنا أقترح أن مدة سنة قد لا تكون كافية لاستعاب كافة الأسر وعشان ما نبقاش مضطرين لتعديل تشريع آخر أنا بقترح أن يضاف ثقرة بعد السنة أن يجوز مد مدة ممثلة واحدة بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص يبقى إحنا أدينا جوازية للوزير المختص أن هو يعرض على رئيس الوزراء بمد مدة عشان يخرجنا من مشكلة تعديل تشريعي بعد سنة لو ما قدرناش نستوعب كل الأسر ويبقى إحنا فتحنا الباب لأسر أكبر نية خشيب عندنا مساحة هذا وقد رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على أن يعود المجلس للانعقاد غدا لاستكمال مناقشة باقي المواد اشتركوا في القناة